موسيقى السلام عليكم أتاسع بتوقيت القاهرة أهلا بكم إلى موجز الأخبار يستقبل صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره العلباني إلي الرميت بقصر الاتحادية جاء ذلك وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي التقلي يوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس دولة ألبانيا ليرميت لبحث تعزيز التعاون بين البلدين ومن المقرر أن يزور رئيس الألباني البرلمان المصري على أن تعقد جلسة مباحثات برلمانية مشتركة على جانب آخر يترأس مدبولي اجتماع الحكومة الإسبوعي لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات الاقتصادية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ أن أحاديث الرئيس التركي أرجى الطيب أردوغان حول مصر وقياداتها السياسية تنطوي بشكل جلي على حقد وتعبر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها لفتا إلى أن مثل تلك المهاترات تأتي من جانب أردوغان الذي حبس وسجن صحفيين وصل عددهم إلى 175 صحفيا إضافة إلى إصدار أوامر باعتقال ما يزيد عن 70 ألف سياسي داخل تركيا وفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفية من وضائفهم الحكومية أضف المتحدث باسم الخارجية أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركية تستقبل اليوم محافظة بورسعيد بابا الإسكندرية وفاتريارك الكرازة المرقصية قدست البابا تودروس الثاني لوضع حجر الأساس لكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا على مساحة 5000 متر مربع شرق المدينة الرياضية بحي الضواحي ومن المقرر أن تستمر زيارة يومين تتضمن متابعة رعاية الكنيسة واستقبال الوفد والعضاء الأسبوعية والاجتماع العام وإقامة صلاة هرعاوية بكنيسة مار مرقص ببور فؤاد قال الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إن الحل الشامل لا يمكن أن يكون ناجحا من دون العودة إلى جوهر المشكلة وليس الوقوف على النتائج مشددا خلال تغريدة له على تويتر أنه يجب الارتكاز على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية بالتوازي طلع وفد الحكومة الشرعية في اليمن خلال اجتماعي إعادة الانتشار في الحديدة رئيس فريق المراقبين الدوليين على خروق الحوثيين لاتفاقي وقف إطلاق النار صوت مجلس النواب الأمريكي على عرقلة إعلان حالة الطوارئ الوطنية الصادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الوضع على الحدود الأمريكية المكسيكية أطرح ديمقراطيون في مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي متحدين تأكيد ترامب بأن بوسعه أن يأخذ أموالا خصصها الكونجرس لأمشطة أخرى ويستخدمها لبناء الجدار توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبلا رائعا لكوريا الشمالية في حال وفق زعيمها كيم يونغ أون الذي سيتقيه مساء في هانوي على التخلي عن الترسنة النووية لبلاده جاءت تغرد ترامب قبيل لقائه زعيم كوريا الشمالية في قمة ثانية تاريخية تجمع بين الرئيسين وكان ترامب وصل أمس إلى هانوي العقد إقيمة ثنائية أو ثانية مع نظيره الكوري الشمالية فيما وصل كيم يونغ أون في وقت سابق إلى مدينة دونغ دانجا في فيتنام على متن قطاره المصفح الخاص قالت للمستشارة الألمانية جيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مراجعة سياساته الصناعية في ضوء الصعود الاقتصادي للصين وخلال اجتماع لجنة آسيا والمحيط الهادئ للأعمال الألمانية أوضحت ميركل أن السياسات التي تم تطويرها خلال سنوات العشر أو العشرين الماضية لم تعد كافية مضيفة أن الصين وآسيا ستلعبان دورا متزايدا في السيطرة على العالم خلال القرن الحادي والعشرين أفدت وسائل إعلام بريطانية أمس أو مساء أمس بأن حريقا ضخما نشب في سادلورث مور بمنطقة مانشستر الكبرى في إنجلترا ولم تتوافر بعد تفاصيل أخرى إلا أن تفاصيل وردت حول تغطية الحريق لحوالي 1.5 كم مربع ومحاولات قوات الدفاع المدني السيطرة عليها حيث يشارك في إطفاء الحريق نحو 35 رجل إطفاء الختم بأخبار رياضة حيث تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب سانتياج كوبرنابيو حيث يدور كلاسيك الأرض بين ريال مدريد وبرشلونا في إيابي نصف نهائي من أجل حجز مكان في نهائي كأس ملكي إسبانيا انتهت المواجهة الأولى لصالح ريال الذي انتزعت عادلا ثمينا من مضيف برشلونا بهدف لهدف ذهابا على ملعب كامب نو تابعوا والسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته